من مصانع صواريخ الميليشيات إلى المنافذ الحدودية التي تدر عليها المليارات يحاول الكاظم عبثاً تحقيق شيء من وعوده أو إظهار صورة ولو خجولة لهيبة القانون والدولة قبل أيام خرج المتحدث باسم رئيس الوزراء الحالي متوعداً بإجراءات حازمة لفرض سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية ما أثار احتمالية اندلاع صراع مسلح للسيطرة عليها خصوصاً أن الأحزاب والميليشيات المسيطرة على المنافذ لن تتوانى عن استخدام القوة لحماية مصدر تمويل بهذه الضخامة عائدات المنافذ الحدودية بلغت أكثر من 30 مليار دولار لكن ما يدخل لخزينة الدولة لا يتجاوز 800 مليون دولار بحسب بنود موازنة 2020 ما يكشف حجم فساد مالي كبير تمارسه الجهات التي تسيطر على المنافذ عبر فرض الضرائب والإتاوات وتهريب النفط والمخدرات والسلاح الرئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي قدم طلباً لإرسال قوات لضبط أحد المنافذ مع إيران الذي يخرج عن السيطرة الحكومية بعد الساعة الرابعة عصراً من قبل الميليشيات وبالتواطئ مع موظفين ومسؤولين حكوميين ما يعد مثالاً لـ 22 منفذاً في العراق عضو اللجنة المالية في البرلمان هوشيار عبدالله قال إن الحكومة لم تزود اللجنة بأي أرقام تخص قيمة واردات المنافذ أو الرسوم المتحصلة منها بسبب نسب الفساد العالية مؤكداً أن الحكومة فشلت فشلاً دريعاً في وضع حد للفساد داخل المنافذ الحدودية خطوة الحكومة لا يرها كثيرون ضمن محاربة الفساد بقدر ما هي حركة إعلامية ومحاولة لجلب أي تمويل في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة فيما لن تسكت الميليشيات والأحزاب على إيقاف مصدر تمويلها بحسب النائب باسم خشان الذي أكد أن ملف المنافذ هو الأخطر حالياً فالميليشيات المسلحة التي تسيطر عليها منذ سنوات تمول نفسها مالياً وتقوي نفوذها من وارداتها هو الحال نفسه بالنسبة لبعض القوى السياسية التي كونت ثروات طائلة من الفساد وهناك من يرى أن ما جرى في الدورة قبل أسبوعين سيتكرر مع المنافذ قد يسيطر جهاز مكافحة الإرهاب على إحداها فتنتشر الميليشيات في بغداد ثم تعيد الأخيرة سيطرتها عليها وهكذا دوى ليك في مسلسل انهيار الدولة